في لحظة عاصفة من الخلافات بين القوى السياسية كانت الميليشيا تلتهم البلد وتصل بنا إلى هذا المآل الكارثي بعد ثلاثة أعوام من ثورة فبراير الشعبية كان الخلاف بين القوى السياسية قد وصل إلى ذروته مدفوعا بخصومات المحاصصة السياسية القائمة وتطلعات إعادة التموضع في التشكيل الجديد للبلد الذي أطلقه مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المؤتمر كان المشهد السياسي يشير لشلل تام للعملية السياسية بعد أن أصبح الرئيس هادي هو المتحكم الرئيسي بالمشهد متسلحا بقرار دولي تحت الفصل السابع يهدد بالعقوبة كل من يعمل على عرقلة خطواته أو قراراته هذه النقطة بالضبط كانت هي المدخل لانتزاع القوة من أيدي الأحزاب ووضعها بين أيدي قوة مسلحة لا تلقي بالا للمجتمع الدولي ولا قراراته ولا يهمها سوى تحقيق رغبة رجل يريد الانتقام من شعبه وشريكه الذي يطمح للتتويج على عرش يعتقد أنه ورثه عن أجداده في صبيحة يوم الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 كانت صنعا وحيدة وشوارعها حزينة مغفرة إلا من شباب يجرون أذيال الخيبة عقب انكشاف ظهورهم أمام عدو يعرف هدفه يومها كانت صنعا وأكثر من 25 مليون من اليمنيين في أنحاء البلد محشورين بين الذهول وبين سلسلة من الخيانات السياسية والعسكرية التي لم يجدوا لها مبررا حتى اللحظة وكانت خيانة الأحزاب وقادة العمل السياسي هي الأكثر تعبيرا عن جذر المشكلة اليمنية نجحت ميليشي الحوثي في تحييد القوى السياسية الفائلة عبر رفع شعارات تنتمي للحقل الثوري وهي الشعارات التي تستهوي قطاعا واسع من المتحذبين ومن قيادات العمل السياسي العائشين في زمن الصراع الأيدلوجي وهو ممكنها من اجتذاب عدد كبير من أنصار الأحزاب وتخفيف حدة الخطاب الحزبي تجاه انقلابها بل مباركة ما قامت به الميليشيا بالتلميح حينا وبالتصريح أحيانا أخرى استطيع أن نحقق منقذات ربما ستساهم أو ستشكل خطوة أولى في طريق بناء الدولة بتخلص مراكز القوى وحين اكتشف البعض أنه تعرض وأقرانه لخديعة لم يكن يجب أن يقعوا فيها عاد ليرفض التعامل مع الميليشيا ثم التحق بصفوف المقاومة الشعبية حين انطلقت لحظة المقاومة سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاءا للانقلاب الذي تم فرضه بعد عامين يبدو واقع العمل السياسي صفرا كبيرا والحرب التي اطلقت الميليشيا رصاصتها الأولى لا يبدو أن الأحزاب السياسية قادرة على فعل شيء حيالها والأخطر من ذلك هو المستقبل الذي يبدو على شكل حفرة عميقة تنمو فيها الجماعات المسلحة والكيانات ذات الأفق الجهاوي والمذهبي على ركام أحزاب تخلت عن مهمتها وأطلقت العنان لرغباتها بالانتقام من بعضها في حصدة الريح والبارود